بعد ما تولى محمد علي لماذا أصبح الحكم وراثي أقول لحضرتك هو حتى تاني مرة ما عزلوا السلطان مين اللي تطلب لمن يتوسط له عشان يرجع السيد عمر مكرم والأهالي الشعب كتبوا جواب أن الرجل ده عادل وبيحكم بالعدل والقانون وأنهم بيرجوا أن يعود هذا الرجل وبالفعل رجع بناء على رغبة الشعب لكن بعد كده أنت عارف محمد علي أنا بعتبر مؤسس مصر الحديثة لا شك لكن حتة الحكم الفرد دي ابتدت بحيث أنه هو برضو تخلى بعد كده عن السيد عمر مكرم وحلم حله الشيخ السادات أما كان السيد عمر مكرم وقف تاني عشان الدرايب فأصبح حكم الفرد أي إنسان بيبقى عنده رغبة لتأسيس حكم لمن يخلفه فهو الحقيقة عمل مصر الحديثة بالتحديث بالمدارس اللي عملها بالجيش المصري أول مرة مصريين يخشوا الجيش الوطني كل الحاجات دي فورسها إلى أبناءه فبقت أسرة جديدة تحكم مصر وده كان من اشتراطات مع السلطان العثماني بعد ما أنصار عليه محمد علي في فترة من الفترات والحياة كاد ينتصر على العثمانيين لو تدركوا للغرب اللي مش عاوز مصر تعيش دولة قوية مستقرة تحكم مصر تحكم مصر